ربطوا على عيوني ودخلوا لغرفة أول ما أبدعي سألني أنت داعشي داعشي تهمة جاهزة تفتح الباب لوحشية جلاد أدمن القتل وأسرف التعذيب شباب تم اختطافهم من الشوارع ومن منازلهم يروون تفاصيل تعذيبهم في سجون الميليشيا وما تعرضوا له من جرائم وانتهاكات جسدية ونفسية دون أي مسوغات قانونية في جلسة الاستماع لضحايا التعذيب في سجون الميليشيا التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين في مأرب خمسة أعادوا ترتيب أوجاعهم ليرهوا تفاصيلها هنا وينقلوا للعالم جزءا مما يحدث داخل سجون الميليشيا يعني من آثار التعذيب كسرت رجلي كسرت قدمي ويدي نتيجة الضرب ما تعرضت له من تعذيب وحشي إذلال المعتقلين وإجبارهم على الاعتراف بواقائع لم يقوموا بها كسرهم وأسرهم وابتزازهم ماديا الصعق والجلد ونزع الأظافر تسبب لبعض السجناء بفقدان حاستي السمع والبصر إضافة إلى حالات شلل كلي وفقدال للذاكرة والطرابات نفسية وعقلية تعذيب جسدي ونفسي يتعرض له النشطاء السياسيون والصحفيون بات تقصى يوميا يتعرض له المعتقلون في السجون السرية وآخرون ينتظرون أحكام الإعدام مطالبات للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بوضع ملف المغيبين في سجون الميليشيا أمام القضاء الدولي ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن الفريق التابع للوزارة الحقوق الإنسان وثقت 107 حالات وفاة داخل السجون 144 حالة وفاة تحت التعذيب و44 حالة إعدام بالرصاص الحي للمختطفين 168 حالة استخدام لمعتقلين ومختطفين دروعا بشرية إحصائيات لتقارير حقوقية كشفت للعالم جانبا من التعذيب والإيذاء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلون داخل سجون ميليشيا الحوثي وصالح فيما أمهات المختطفين على وجع يقوم وعلى وجع ينم يسعن حلمهن بخروج أولادهن من معتقلات الميليشيا وتأبى الميليشيا إلا أن تضيق صبرهن على جراحهم وتعذيبهم